أكد سعادة السيد عيسى بن عبد الرحمن الحمادي وزير شؤون الإعلام وشؤون مجلسي الشورى والنواب أن الصحافة المستقلة والكلمة الصادقة الموضوعية في ظل أجواء الانفتاح الديمقراطي والحرية المسؤولة من أهم دعمات الحفاظ على أمن والسقرار الوطن وأعرب الوزير لدى رعايته توقيع ميثاق شرف رؤساء تحرير الصحف المحلية عن اعتزازه بهذه المبادرة الأولى من نوعها في تاريخ الصحافة الوطنية بين رؤساء تحرير الصحف المحلية البحرينية التي تجسد وعي القائمين على الصحف بشراكة مع وزارة شؤون الإعلام بأهمية الالتزام بأداب وأخلاقيات المهنة التفاصيل في التقرير التالي الغاية بنيان إعلامي رصين تؤطره المهنية والشفافية على حد سواء بنيان صحفي يشد وثاق عمله مثاق شرف يأتي بمثابة مقود يسير بكيان الكلمة الحرة نحو وجهة من المفترض أن تقصدها تتلاءم وعقلية المتلق الراغب في الحصول على الخبر الموضوعي بلا زيادة أو نقصان مثاق الشرف الإعلامي خارطة طريق يجد من خلالها الجسد الصحفي البيئة الرحبة التي يؤدي من خلالها رسالته النبيلة فالمثاق يدعم الأسس والمبادئ التي يرتكس عليها العمل المهني في مجال الصحافة بحيث يكون هناك ممارسة وقواعد للممارسة تأتي بدافع ذاتي من قبل رؤساء التحرير سيتم بالتالي أيضا ما تم التوقع عليه إيصال إلى بقية الكتاب الأعمدة والصحفين بالصحف ست صحف محلية همت بالتوقيع على بنود ميثاق الشرف لعملها الذي يستهدف المتعطش للخبر بالدرجة الأولى فهي من تضع بين يدي المتابعين جميع ما يعنيهم من أخبار سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية وحتى رياضية بالقالب الذي يبقيهم على ثقة دائمة بسياسة الصحيفة التي نشرت وللإبقاء على حجم هذه الثقة كان لابد من الإجماع على بنود هذه التفاهمات الإعلامية التي من أهمها العمل على ترسيخ أواصر المودة والوحدة الوطنية بين فئات المجتمع والحفاظ على الأمن والاستقرار الوطني بما يخدم المصلحة الوطنية وتجنب أي توجه لبث روح التمييز أو التشهير أو الفتنة والتفرقة بين فئات المجتمع في أي حال من الأحوال فكرتنا كانت يجب أن نوقع عليها كرؤساء التحرير ونعممها على صحفنا وهي تكون بداية أيضا للصحفين إن شاء الله جدد اللي راح ينخرطون في سوق العمل الإعلامي حرصنا جميعا على أن نسترشد بتوجيهات جلالة الملك المفدة في أن تكون البحرين هي عيننا أساسا وأن نحفظ مجتمعنا من هذه الموجات التي تحيط بنا من كل جانب يؤكد أن للصحافة دور نحن مهنيين بس موسياسيين أما الصحفي اللي هو عقائدي فيريد ترجم الخبر بما يتناسب عقيدته إذن هذا ممكن أي ميثاق ينجح ميثاق الشرف خطوة مهمة اليوم لأنه سيساهم بشكل كبير في معالجة ومحاربة التطرف العلامي اللي ممكن أن نواجهها خطوة العريضة هي مسألة الحفاظ على اللحمة الوطنية وليس يتعرض أي فئة من المجتمع إلى فئة أخرى لأننا في وطن واحد في قرب واحد ميثاق شرف إعلامي يخاطب النهج الثابت الذي يرتكز عليه القلم الصحفي نهج يجب أن يتوافق مع حجم مهمته الوطنية السامية التي تقع على عاتقه لتلفزيون البحرين محمد رشيدات